مازال التقس محيرا بالنسبة لعدد من المواطنين وبعد الارتفاع في درجات الحرارة صباحا فوج المواطنون من خفاض في درجات الحرارة في ساعة الليلة المدأخرة بيصاحبوا بالطبع رياح وأترباء ماذا يحدث في التقس وهل رياح الخمسين تعلن عن قدومها ويترى ما هي أهم الأضرار الناجمة عنها وماذا عن تقس اليوم الجمعة 19 إبريل التفاصيل في تخطيطنا الجوية الآن مجدد ترحيب مرة أخرى بحضرتكم مشاهدينا شهدت محافظات مصر موجة حارة تتزامن مع دخول فصل الصيف وإرتفاع درجات الحرارة بشكل محسوس خصوصا في فترة الظهيرة والصباح البكر حيث سجلت حالة التقس درجات الحرارة نهاية هذا الأسبوع درجات علي اقتربت بالفعل من حوالي 40 درجة مقوية خلال ساعات الضروة على مدار اليوم حذرت هيئة الأرصاد الجوية من قدوم رياح الخمسين الشهيرة واللي بتتعرض البلاد لها لحالة من رياح الخمسين بعدما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بيانا هاما وضحت فيه وحذرت جميع المواطنين أن رياح الخمسين التي تضرب مصر بتكون مصاحبة بالطبع بالذباب الصحراوي ونصحت كل المواطنين بضرورة إحكام إغلاق جميع النوافذ منعا لدخول الذباب إلى المنازل أنه ضار جدا بدأت بالطبع بعض المحافظات تتعرض لموجة رياح الخمسين واكتاحت رياح الخمسين مدينة أسوان مساء أمس الخميس عاصفة ترابية شديدة جدا خمسينية كانت مصحوبة بحالة من التقلبات الجوية أدت إلى تصاعد الأتربة الشديد إلى مستويات مرتفعة كما تسببت في حجب الرؤية بشكل جزئي أمام المارة وأمام مواطني في أسوان خاصة على طريق كورنيش النيل والطرق السريعة والطريق الصحراوي أسوان إتفو وبالطبع كان في أثار نجمعا كده أطلقت محافظة الأسوان تحذيرتها الشديدة والسريعة على أصحاب وقائد المركبات بتوخي الحذر أثناء السير على الطرق السريعة من وإلى أسوان أيضا قررت محافظة أسوان رفع درجة الاستعداد الشديد وحالة التوارئ بمرافق الإسعاف ومرافق الإطفاء تحسما بالطبع لأي أحداث نجمة عمل عصفة ترابية خلال الساعات القليلة القادمة ولحين تحسن الحالة الطقس التي تمر كما تم رفع درجة الاستعداد لفرق جميع الكهرباء والحماية المدنية وأيضا الأسعاف وجميع المستشفات الخاصة والعامة في مدينة أسوان أعلنت أيضا هيئة الأرصاد الجوية عن توقعتها لطقس اليوم الجمعة 17 إبريل 20-24 وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وأيضا مناطق من الوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد استكملا لحالة الطقس حالة الطقس تكون شدة الحرارة على جنوب الصعيد وتكون دفئة على السواحل الشمالية بينما يسود طقس مائل البرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد الطقس يكون معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد في ذات السياق حزرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية وقالت أن تكون الشبورة المائية بيكون صباحا على بعض الطرق الزراعية وسريعة والقريبة من المسطحات المائية وأيضا المؤدية إلى مناطق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد أيضا الشبورة قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء بالطبع تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وجنوب سيناء على فترات متقطعة على مدار اليوم في معظم محافظات الجمهورية وبالطبع حذرت هيئة الأرصاد الجوية من هذه الظاهرة وما بالنسبة لحالة البحر المتوسط وقعة هيئة الأرصاد أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموجفين من متر إلى مترين إلى ربع والرياح السطحية الشمالية غربية إلى جنوبية شرقية أي هي حالة معتدلة بالنسبة لحالة البحر الأحمر بتكون معتدلة إلى حد ما وارتفاع الموجفين من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية الشمالية غربية ذلك كان وفق بيان نهاية الأرصاد الجوية الأخير مشاهدين الآن نتحدث عن طقس الأيام المقبلة كشف الدكتور محمود شهين مدير عام إدارة التنبؤات والإنزار المبكر بهاية الأرصاد الجوية تفاصيل عديدة لحالة الطقس خلال الفترة المقبلة والأيام القادمة وقال أن درجات الحرارة لن تعود أبدا للانخفاض في الفترة المقبلة بصورة كبيرة مرة أخرى وعلى المواطنين ارتداء الملابس الصيفية خلال فترات النهار ذلك لدرجات الحرارة العلية المرتفعة أيضا تابع بالنسبة للي بيشتغل لوقت متأخر ليلا أو بينزل شغله بعد صلاة الفجر فيفضل عدم ارتداء ملابس صيفية بشكل جامل بالطبع يجب أن يكون حذر لأن ساعات الليلة المتأخرة بتكون درجات الحرارة منخفضة ووضح محمود شهين أن ما يحدث من تقلبات جوية خلال هذه الفترة بيعود لسببين أو السبب طبيعي خاصة مع دخول فصل الربيع معقبا على ذلك وقال ممكن نشوف وصول السنة كلها في يوم واحد فقط في فصل الربيع وده شيء طبيعي لأنه معروف عن حدوث تقلبات الجوية لحد خلال فترة الربيع أما عن السبب الثاني فهو طبعا تخفض درجات الحرارة في ساعة الليل الآن نستعرض مع حضرتكم بيان بدرجات الحرارة متوقعة اليوم معروف مختلف المحافظات المصرية القائر العزمة 29 الصغر 16 العصمة الإدارية 30 الصغر 15 6 أكتوبر 30 العصمة 15 الصغر بينها 29 العصمة 16 الصغر لمنهور 29 العصمة 15 الصغر كفر الشيخ 28 العصمة 15 الصغر والمنصورة 28 العصمة 15 الصغر السويس 31 العصمة 16 الصغر والعريش 23 العصمة 14 الصغر مشاهدين الأعزاء هذه كانت آخر تفاصيل حالة التقصي اليوم والأيام المقبرة وأيضا تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية نرجو من سيادتكم توخي الحذر مشكركم على تيب المتابعة وإلى اللقاء الجديد شكرا